تركو في القناة فعال زر كارزة خطو لايك بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله في الفيديو دوت هنشوف تكملة حل كراسة المعاصر لاصفة الثالث الاعدادي الترم التاني اللي هو الجزء الخاص بالامتحانات هنبدأ بموضل تست وان اللي هو الاختبار الاول في صفحة ستة وخمسين نروح ليه السؤال الاول اللي هو سؤال الديالوج زي ما اتفقنا قبل كده بنقرأ المحادسة كلها وبعد كده نبدأ نشوف اجابة كل سؤال لوحدة خلاص يبقى انا عرفتك انهم بتكلموا عن التليفون الجديد بتقول لها يعني يا له من موبايل جميل يا ترى اشتريتي امتى فبترد عليه لازم نقرأ عشان نعرف هل في وقت محدد ولا سانكس ياسمين فبتقول لها اجابة سؤال جاب لي جابته اللي هو الف ومتين جنيه يبقى يعني مش غالي يعني تيجي معي عشان نشتري واحد لداد فبتقول لها اجابة سؤال يعني نروح النهاردة طب نتقابل اه فين طب نروح بقى للسؤال الاول يبقى هنقول طبعا هنشتري بكلمة ونشتري بكلمة يبقى حولها لكلمة يبقى هنشتري بكلمة ودي كلمة نحط بقى مسلا كلمة ايه بالامس او اي حاجة ما فيش مشكلة طبعا انت فقنا ان طالما فيه سعر او تمن يبقى هنحط دايما هاو ونحط كلمة او مش غالي طبعا من خلال الحوار عارفنا يبقى هنقول يبقى او شور او سورتينلي او او كي اي ولكم طب يبقى هنقول ونحط نعمل مقص طبعا يبقى كان وي جو يبقى ممكن نروح امتى فبتقول لها زيز ابني طب نتقابل اه فين يبقى ممكن نقول مسلا ان فرانت او ونحط مسلا او نحط اي مكان هتبقى اجابة صحية اي مكان هتبقى اجابة صحية طب نروح لي السؤال التاني اللي هو سؤال كومبيليت بديني ترين وسبايس فضاء ودريم لو حلم ودريمينج طبعا ليا اين يجي منها وتروح حقيقي وتريب سرحلات بول نورة المطروشي has been space of going into space all her life now her dream has come space the united arab emirates الامارات has chosen here اختارتها to space with nasa طبعا لها وكالة اه او لكالة الامريكية للفضاء and go on future trips into space so what do you need to become an astronaut نرجع بالسؤال الاول نورة المطروشي has been طبعا قلنا بعد كلمة bin او طبعا كلمة bin بن بن جيب تصريف ايه تالت لفعل يبقى has been تصريف تالت صح او ممكن نجيب فعلي زيت اي نجيل اللي هو مدارها تام مستمر يبقى هنا نحط كلمة dreaming of يعني بتحلم ب going into يبقى هنا نحط هنا كلمة space اللي هو الفضاء all her life her dream has come خدنا على بعضها has come يبقى نحط كلمة true بمعنى تحقق طبعا يبقى هنا يتدرب يبقى نحط كلمة train يبقى تتدرب اه مع وكالة اه الناسة السؤال اللي بعده سؤال قطعة يعني يعمل لدى يعني في موقع خاص بالاخبار باللغة الانجليزية بتقول او المتكلم بيقول اللي بدأ في جريدة but i think more people read news online now نسبة الاخبار عبر الانترنت اكتر دلوقتي so i prefer this job يعني فضلت الوظيفة دي lots of different journalists اللي هم مساحفيين send me their articles بيبعتوا لي المقالات and i have to decide يعني احدد which ones ones they have to share الى مين المقالات bravosa are the most important these will be the first ones that our readers will see. اللي اول حقق بقى القراء هيشوفوها او يقروا. before the article goes on the website. قبل ما نحط المقال على الموقع. i also have to check يعني يراجع the facts اللي هي الحقائق او المعلومات اللي فيه that are in it. i look at two or three different websites. يعني بتدور في موقعين او تلاتة. in which i trust. بتصق فيهم يعني يكونوا اه نشرين نفس الخبر. to do this. then i check the rating. بتشوف الكتابة. sometimes there are spelling mistakes. احيانا بتكون في بعض الاخطاء الاملائية. or the language اللي هي اللغة يعني. ممكن تكون طبعا اه صعبة او كلام. i studied english and journalism at university. بتقول درست اللغة الانجليزية وكمان الصحافة في الجامة. first i wanted to be a journalist. الاول كتعايزة تكون صحفية. but then i decided that i preferred this job. اللي الوظيفة بقى اللي هي عبر الانترنت. it is very interesting because i can look at so many people's articles. اللي هي مقالة. it is not very easy to understand. it is my job to make the article as easy to understand as possible. يعني وظيفة هي تخلي المقال سهل للفهم. او الناس تفهموا بسهولة. finally في النهاية. i have to choose photographs للصور to go with the article. اللي هي بتناسب المقال. sometimes a photographer sends these. but usually we get them from other websites. بس بقى نجيب بعض المقالات من المواقع الاخرى. طب نروح بقى للسؤال الاول هو السؤال اللي تشوز بيقول. هذه كلمة اللي هي عادة بيجيبوها من ازر ويبسايتز. يبقى يطر هنا صحفيين ولا مهندسين. لا يبقى هنا كلمة ازر ويبسايت. انما هتفرق لو قالك او ممكن يبقى لو قال لي كنت اقول افوتوغرافر. اللي هو كاتب بقى المقال دوت. يطرى هو ولا كاميرا اوبريتور. اه طبعا رئيس تحرير او محرر. ولا ويب ديزاينر مصمم اه مواقع او اه مواقع على الانترنت. كاميرا اوبريتور اللي هو اه عامل كاميرا او اه مخرج اه كاميرا. ولا انبيستيجيتور اللي هو طبعا اه بيقوم بالاستجواب او اه اللي هو المحقق يعني. يبقى هنا طبعا نحطي كلمة اللي هو محرر او رئيس تحرير. افضل عنوان يطرى لتدرس في الجامعة. ولا وظيفة المحرر او رئيس التحرير. ولا وظيفة المصور. طبعا يبقى هنا. سؤال الكاتب درس ايه في الجامعة? درس حكتين اتنين زي ما شفناهم. ها درس انجلش وجورناليزم. يبقى هنقول. طبعا هي بقى او شي ما فيش مشكلة. نحط كلمة انجلش. اللي هي الصحف. يا طرى بقى الكاتب ده وتشغال فين? طبعا يبقى هنقول او ممكن نقول او ممكن نقول يعني عايزين نلخص البر زفته ان هو يعمل اه كزا. يبقى هنقول. زي. job of the editor is to make articles easy to understand. طبعا او اي فكرة صحيحة تبقى اه اجابة للسؤال. نروح لسؤال الاختيارات. بوليز بيس ار زي هابتات اللي هي البيئة زات هاف لارج جرين ارياز مناطق خضراء. اند نو موينتينز. وما فيش فيها جبال. يا طرى ديزيرت اللي هي السحاري. ولا جراس لاند اللي هي الارض العشبية. ولا بولار ارياز اللي هي المناطق القطبية. ولا اللي هي الساحلية. اللي يبقى نشيل كلمة ونحط مكانها يعني بتاعها او المراضف بتاعها. طبعا معناها كبير. يبقى بتسوي كلمة اللي هي ضخمة. يبقى زيننا حولها الى الصفة. يبقى قلنا يبقى حطينا ال. عارفين كلمة خطر يعرض للخطر. برافو صح يبقى كلمة اللي هو عكس. عكس كلمة معناها يعرض للخطر. يبقى هنا طبعا هنحط كلمة اللي هي آآ آمن. طبعا مفروض هنا كنا جبناها الافضل كآآ آآ زاجرين اللي هي المبادرة الخضراء. عشان تحل مشكلة. يا ترى ولا 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 لا لا يبقى هنا طبعا التصحر يبقى كلمة قلنا اللي هو العالم اللي هي شتلات او نبات صغير اللي هو منظر آآ طبيعي. نروح لي سؤال التصحيح خاص بالجرامر. بول آآ اللي هو تقرير اللي هي حيوانات معرضة للخطر. يبقى خد بالك الاول. انت بتتكلم على يبقى انت محتاج صغط البس في الماضي. طب هنا بيتكلم على هل هو بيتكلم هنا عن ولا بيتكلم عن التقرير. لا يبقى اللي هو كلمة يبقى هنا لازم نحط كلمة ووز وكلمة بعضين هيتخدع هيشوف كلمة يقول لي لأ مش الحيانات هي اللي اتنشر ده التقرير هو اللي اتنشر. خد بالك من الفكرة. طب هنا جواب الشرط يجب لك والو والمصدر يبقى انت محتاج مضارع. طب هي مضارع. بس ايه جمع. يبقى انا محتاج الفعل بدون اضافات. يبقى بس. من غير ما كمل الجملة كلمة زائد مصدر بدون اي اضافات. يبقى نحط كلمة طبعا قلنا اعتاد ان في الماضي. ها يبقى نحط كلمة ومعها كلمة طبعا خدنا كلمة من ضمن الافعال غالبا بجيب بعدها يبقى نحط كلمة اللي يبدأ في عملية استخدام او تدوير القمام. نروح بعد كده للسؤال الاخير اللي هو يعني اكتب عن مشكلات التصحر. طبعا ده من الموضوعات المهمة زي ما قلنا. اه اللي موجودة في الفيديو الخاص باهم الموضوعات المتوقعة للترم التاني. واللينك هيكون اسفل الفيديو في الوصف. ازاي نكتب موضوع والعناصر السية اللي مفروض ان احنا اه نكتب. نروح لي موضل تست اه تقول له الاختبار اه التاني. بقول فين. بقول عمر از ات اشوب ذات سيلز كاميراز. يبقى المحل ببيع كاميرات. هي وانس تو باي وان. وان يبقى المقصوب بها كاميرا. فور هيز برازر يبقى عايز يشتري واحدة لقيه لاخو. فالاسيست اللي هو البيع بقول له كان اهل بيو. قال له افكورس ايود لايك تو. ها خلاص المفروض بقى حافظنا. يبقى ايه? تمام? يبقى باي اه. واحط كلمة كاميرا. يبقى عايز يستري ايه? كاميرا. طب قال له we have good cameras. this one is very good. ديت ايه? كويس. سأل له سؤال قال له it is only two southern five hundred. خلاص حافظنا. يبقى هنقول how much is. ونحط كلمة it. طب. قال له oh it's very expensive. لا ده غالية. فسؤال قال له that one isn't expensive. it is. ومديني one thousand three hundred fifty pounds. يبقى هنقول how about this one. او ممكن يقول طبعا بان شاء الله عليها بقى can i have a cheaper one. يعني ممكن احصل على ايه? واحدة ارخص شوية يعني. يبقى can i have a cheaper one. اللي هي كاميرا ارخص. فهايقول له this one يعني ديت بتكون قليلة شوية. طب. قال له how can you pay sir? يبقى معنا كده ان هو وفق على السعر. قال له اوكي. it is good. او i will buy it. how can you pay sir? يعني تدفع. يعني نقدا. or buy credit card. بي البطاقة او بطاقة الاقتمان. طبعا هنا مش محدد لي. يبقى هنحطها اي حاجة. يبقى هنقول اي can pay in cash. او ممكن يقول له على طول. اه ان كاش. طبعا هنا اه في كلمة or فبنختار اللي قبل او اللي بعد او. نروح للسؤال التاني. بول ايلاند للجزر مونتين جبال جراسطلاند ارض عشبية يجد وفاوند الماضي منها وكنترول يتحكم. we can space the mungoos in africa. يعني في افريقيا. asia and parts of europe. واجزاء من اوروبا. it lives in forests with land or space under the ground or rocks. in the 18s. mungoos were taken to live in several space in hawaii. and the caribbean to space the rate of. او the rate of. اللي هو طبعا اه معدل. population there. طبعا نروح بقى للسؤال الاول بقول. we can. ها يبقى كان زائد مصدر. يبقى نحط كلمة find. in africa. asia and parts of europe. it lives in forest with land or. طبعا نبقى نحط كلمة grass land. under the ground or rocks. in the 18s. mungoos were taken to live in several. يبقى نحط كلمة ايه? ها? several gam. يبقى بعدها. i lands. اللي ها? يبقى لكي. يتحكم في. يبقى كلمة control. يعني يتحكم في زا. طبعا هو طبقى للنص احنا خدناها لو يتحكم في اه معدل او عدد سكان الفران او عدد الفران الموجودين لانه كان عددهم اكبر طبعا. يبقى اه المفروض كان قال لي زا. population of rat او زا رات. population there. يعني هناك. نروح للقطعة. بقول in the next ten to twenty years. في خلال العشر او سنة القادمة. life will be very different compared to. يعني مقارنة ب life today. يعني هتكون مختلفة عن الحياة اليوم. the way we study. طريقة الدراسة. and the way we work. طريقة العمل. will all be different. يعني هتكون مختلفة. people like you or me. يعني الناس لزينا. will be able to. خدناها طبعا في الوحدة اللي اتناشر ما ناسه يكون قادر على. go into space. يروح at work. في طريقة العمل. soon robots. اللي هو الروبوتات او الانسان الايلي. will be able to do most of the jobs. يبقى هو اللي هيقوم بمعظم الاعمال او الوظائف. robots can already think for themselves. with the right computer program. مع وجود بقى برنامج صحيح. robot journalist will be able to write sports reviews. الروبوت هو اللي يكتب المقالات النقضية الخاصة بالالعب الرياضية. and the newspaper articles والمقالات. robots will fly our planes. هتقود الطيرات. and drive our cars. وتسوق العربيات. robot doctors لما بقى الاطباء. will soon replace human. يعني اللي هو الروبوت الطبيب يعني هيحل محل الانسان. you will describe your illness. انت هتوصف للروبوت بقى المرض بتاعك. to your robot doctor. which will then be able to look at people with the same illness. يعني هيشوف الناس اللي عندهم ناس المرض. and choose the best medicine. ويختار الافضل من الدواء. for you. roboot doctors won't be able to do everything. اكيد طبعا مش يختارهم لكل شيء. but i think they will be better than human doctors. يعني هتكون افضل من الاطباء العاديين. we want to be able to stop robots from being a big part of. اني هي جزء من. او جزء كبير من our lives. من حياتنا in the future. في المستقبل. طبعا السؤال الاول بقول. roboot doctors will soon space human doctors. replace ولا take ولا place ولا invite. لا يبقى انها يستبدل. يبقى كلمة replaced. او يحل محل. we want to be able to space robots from being a big part of our life in the future. طبعا مش هنقدر. ها نمنعهم. يبقى كلمة stop them. the word illness in the text can have the meaning of. معنى كلمة illness. طبعا illness اللي هي مرض. يبقى بتساوي كلمة disease اللي هي مرض. freedom معنى حرية. headache اللي هي صدعه وتشينج اللي هو يغير او تغيير. طب. سؤال انصر. how will roboot journalists be able to write sports reviews and news paper articles. طب ازاي بقى هما ممكن يكتبوا المقالات وكمان. طبعا زي ما خدناها بقى في قلب القطعة اللي هي في الجزء اه دوت. يبقى with the right computer programs will be able to. يبقى هنا الاجابة هنقول with the right computer programs. يبقى نحط الاجابة هي. يبقى with the right computer programs اللي هي باستخدام البرامج اللي ايه? الصحيحة او السليمة. what is the main idea of the passage? الفكرة الرئيسية في القطعة او القطعة عموان بقى تتكلم عن ايه? يبقى ممكن نقول robots and the future او ممكن نقول حاجة اسمها the importance لاهمية او the role اللي هو دور of robots اللي هو دور الايه? robots اللي عايزين نكمل in the future. عايزين نلخص البراغراف الاولاني في جملتين. البراغراف الاولاني اللي هو وبتكمل بقى لحد. هنا كلمة do most of the jobs. يبقى بتكلم عن الحقيقة هتكون مختلفة في المستقبل. يبقى هنقول life will be different in the future. robots will replace some humans. لو بعض ايه? الناس او بعض البشر. and do many jobs. وبتقوم بي او هتقوم بي اعمال اه كسيرة او مهام كسيرة. سؤال الاختيارات. طبعا اللي هو الصابون. طبعا الحاجات دي بنستخدمها من كلمة olive oil طبعا اللي هو زيت الزيتون. الجملة اللي بعدها بيقول the synonym of the verb breeze in. طبعا قلنا breeze in بمعنى يستن يعني يأخذ. يبقى كلمة synonym اللي هو المراضف بتاعها. يبقى طبعا بتسوي كلمة inhale. العكس طبعا exhale. breeze out او take out. the opposite of advantages. انه هو عكس advantage. خلاص كلنا حافظونها. يبقى كلمة dis advantage. اللي هي مساور. بروز اللي هي مميزات. وكلمة merits اللي هي مزايا برضو. وproduction اللي هي in time. اللي is working as a space in a supermarket. يبقى هو شغال يا طرى player ولا assistant ولا engineer ولا firefighter. لا يبقى هنا assistant اللي هو مساعد. the adjective of the word success. خدناه success يبقى successful. يبقى هنا f-u-l. to give the opposite of the adjective expensive. طبعا expensive. قلنا العكس in expensive. يبقى نحط i in يبقى in expensive على طول. سؤال التصحيح. the name of the desert. او the name for the sahara desert takes from the arabic language. طبعا هنا مأخوز من اللغة العربية. طبعا يبقى ممكن نحط هنا كلمة is. وممكن كلمة was صح مفيش مشكلة. is taken from. يعني مأخوز من. what you do if you don't pass your exam this year. طبعا جاب لي هنا ايه فهيت. وكلمة don't يبقى دياتي الحالة لايه? الحالة الاولى. يبقى انا محتاج مصدر. يبقى هنقول will you do. وطبعا ديات صغط تستفهم. we all enjoy خلاص حفظنا ان الفعل enjoy من دون الافعال بجيبها دعا نجيب بقى نحط كلمة having. احمد doesn't use to like cheese but he loves it now. خلاص بيتكلم عن عادة في الماضي سواء اه اثبات او ناف. هنا طبعا ناف يبقى نحط كلمة didn't. يبقى didn't use to. if i space more time i would. وضو المصدر يبقى دي الحالة التانية. يبقى هنحط كلمة had على طول. طب سؤال هل ينفع حط هنا كلمة where? لأ. where بمعنى يكون. ما اقولش اكون اه وقت. لا لو عندي وقت. نروح لي سؤال. يعني فصيلة او نوع من انواع الحيوانات برضو موجودة في الفيديو بنتكلم عن حيوان معين سواء حيوان صحراوي او اي حيوان من اي اه بيئة مواصفات الحيوان دوت وي اه الحاجات اللي هو اه بيعملها او الحاجات اللي هو اه بيمرسة اه في اه حياته. نروح لي الامتحان رقم اه تلاتة اللي هو تستسري. كلمة عن قضاء اجازة نصف العام. قال له where will you spend the mid year holiday? بيسأل المكان فقال له. سؤال قال له the wizard is fine in this one. who will you go with? يعني يا طرق هتروح مع مين? طبعا يبقى هيقول له اي حد سواء العين او اصدقاء على حسب الحوار. رد عليه بسؤال قال له we will stay at my uncle's house. how long will you stay? هتقول قدي هناك. قال له have a nice trip. فرد عليه باجابة. يبقى هنقول طبعا بقى اقول له the wizard is fine in aswan. يبقى ممكن يقول له why will you go to aswan? او ممكن نقول what is the wizard like in aswan? مفيش مشكلة. يبقى الافضل هيقول له why will you? ليه اخترت اسوان? عشان التقصي بيكون كده. who will you go with? هتروح مع مين? طبعا قال له بقى هنعود في بيت عمي. يبقى معنا كده? ان هو يروح مع الفاميلي. يبقى هنصدق هو. وهقول i will go with my family. يعني مع الاسرة او العائلة. طب. we will stay at? هنعود في كده. يبقى هيقول له where? تمام? عند will يبقى نعمل مقص يبقى will you stay? هتعوده فين? قال له in my uncle's house. how long will you stay? هتعوده قديه? طب ان هو بيتكلم هنا على ايه? اجازة نص السنة او منتصر في العام. انا ممكن بقى نقول او ويكس. يبقى هيقول وي. طبعا هنا يو. بحاول ال اي او وي. لانه بتكلم على ايه هو والعائلة بقى. يبقى we will stay four two. ونحط كلمة. طبعا يبقى كده هشكره ويقول له thank you. او thanks. او you are welcome. نروح للقطعة او سؤال التاني. ريد ان complete. اه سؤال التكملة او الاختياري. خدناها طبعا اللي هي اه حارات او ما مشا ليه درجات. اللي هي شمسي. يحمي اللي هي قمري. خلاص سهلا يبقى. اللي هي يحمي البيئة. طبعا هنا في كلمة ها. يعني ولكن. يبقى هنحط كلمة. خلاص يعني سوف. will be able to get all of our energy from. خدناها على بعضها يبقى كلمة solar farm. and winter beans. four million years. we will need to build more of them. we will also need more cycle. خدنا على بعضها يبقى كلمة cycle lanes. اللي هي اه ممشى الدرجات. in cities so people will be able to travel without using energy at all. يعني من غير ما يستخدمه اي اه طاقو. نروح لي السؤال اللي بعده اللي هو سؤال القطع. is a beautiful green island. with rainforest. يعني فيها غابات استوائية. that are the natural habitat of the orangutan. اللي هو انسان الغاب. it is also an area. where many different plants are found. فيها نباتات كثيرة. in one year more than fifty two new speeches. اللي هي فصائل او انواع. of plants and animals were discovered there. تم اكتشافة هناك. unfortunately للسؤول حظ. the rainforest are endangered. يعني معرضة الخطر. a study was carried out. اجريت دراسة. ان اكاري اوت معناها يجري دراسة. by researcher انترى الباحثين. who found that between. وجدوا ما بين two thousand and two seven seventeen. ما بين الفين والفين وسبعتاشر. fourteen percent of the rainforests. اربعتاشر في المية. were lost to deforestation. يعني معرضة. او فقدت بسبب التصحر. او بسبب قطع الغابات. طبعا هنا قلنا deforestation. اللي قطع الاشجار او الغابات. trees were planted on the land to use for palm oil. in addition roads were built. and the result was that a large part of the orangutan's natural habitat was destroyed. البيئة بقى بتاع الورانغتان لو انسان الغاب تم تدمر. deforestation لازالة الغابات is still continuing معناها مستمرة. today as palm oil becomes more and more popular around the world. we really have to do something to save the endangered orangtans and our rainforests. السؤال الاول. بيقول deforestation means that there are space trees in rainforest. طبعا قطع يبقى معناها العدد ايه? بيكون اقل. يبقى هنا نحط كلمة few were اقل في العدد. the rainforest of borne are the home of. طبعا من القطع يبقى كلمة orangtan. trees were planted on the land of rainforest to get is based oil. كدنا طبعا بعضها في القطع يبقى كلمة. السؤال اللي بعد. what is the best title for the passage? افضل عنوان للقطع. يبقى ممكن نقول. طبعا هو اتكلم على اكتر اه من اه جزء. يبقى ممكن نقول. the problem of deforestation. طبعا او اي اجابة تانية هتبقى صحيحة. do you think deforestation is good or bad for orangtan? طبعا اكيد. i think it is bad because it makes them lose. يفقدهم their habitat. how many new species of plants and animals were discovered in porno? طبعا اجابة موجودة بشكل مباشر. اللي هي more than fifty two. يبقى هنقول more than fifty two اكتر من اتنين واربعين. اللي موجودة في السطر دوت. نروح لسؤال الاختيارات. طالما قال لي the same kind خلاص حافظنا. يبقى قولنا ديها اللي هي فصيلة او نوع. يبقى كلمة speechs او species. space طبعا افضاء. و spice اللي هي توابل. و peace اللي هو السلام. زي انتنيم of the adverb. adverb اللي هو الحال definitely او definitely. هنا طبعا كلمة definitely معناها بالتأكيد او بالتحديد. is. طبعا اللي هو عكس. يبقى عكس كلمة بالتأكيد. يبقى هنا من المحتمل. يبقى هنحط كلمة يبقى معناها من المحتمل. نروح لقى الجملة اللي بعدها بيقول. طبعا قلنا بتاوي يعني يضع الشيء في مكانه. the meaning of the verb put away. يبقى fill ولا complete ولا طيدي ولا leave. طبعا يبقى هنا كلمة طيدي. بمعنى يضع الشيء في مكانه. يرتب يعني. to get the additive of the verb reuse. we add the suffix. طبعا reuse. جاي منها آآ صفة. reusable يبقى يعاد استخدامه مرة اخرى. اللي بعدها. طبعا كلمة again يعني مرة اخرى. خدناها طبعا يبقى كلمة بمعنى again. I think that internet is the space of modern technology. يا طرق ابل ولا shape ولا اه تايب ولا واندر. طبعا قلنا واندر احد عجائب التكنولوجيا الحديثة. نروح لسؤال تصحيح جرامر. بول ايام really tired because I revise all night for my test. طبعا هنا اه المعنى ان هو مرهق لانه بيراجع طوال اول. طبعا خدنا نية تدول على استمرار. يبقى have. الافضل have been revising. go to england for a holiday if it was cheaper. جاب لهنا كلمة was. يبقى ديقة الحالة التانية. يبقى would زائد المصدر. هنحط كلمة would go. he used to play. خلاص حافظنا used to زائد مصدر. يبقى نحط كلمة play. احمد has chosen. طبعا نتشوز. قلنا من دوم القفعال بجيب بعدها. برافو. طوال مصدر يبقى to study. these habitats are always cold and are often cover by eyes. طبعا هنا are يبقى محتاجة تصريف ثالث. برافو يبقى كلمة covered اللي هي مغطى بي. نروح لي. بقول. يعني مشكلة خاصة بي. اللي هو الايه? التلوز. هنختار طبعا اي اه مشكلة حدثت او قصة حدثت. بسبب البولوشن. ونقول القصة ديت امتى? اه المكان اللي حصلت فيه. اه السبب وازاي حاولنا نحل هذه المشكلة او اه القصة من خلال اه الكتابة عموما. نروح بعد كده الاختبار الرابع. بول نادر is talking to his father about his blog. للمدونة عبر الانترنت. قال له i am trying to start a blog. عايز يعمل مدونة. what is your opinion? اي رأيك? قال له that is a good idea. يعني فكرة كويسة. سألوا سؤال قال له it is about diving. يبقى هنا هيبدأ بوط. يبقى what is it about? يبقى هي عن ايه? فقال له about diving ليه الغطس. سألوا سؤال قال له yes of course i have taken a lot of photos with the phone camera for my blog. يبقى هاي يقول له have you got any photos for the blog? او have you taken photos for the blog? يبقى يقول له this what is a good place for diving in Egypt? يا طربي ايه افضل مكان ليه diving اللي هو الغطس في مصر. طبعا هيكمل. we can. what can you see under water when you go diving? سؤال قال له what about going to horgada next summer? يبقى هنا معنى الجملة انه في حاجة محددة. يبقى هنقول له horgada. ليه الغطس. is the best place. لحظة ان نكمل يبقى for diving. يبقى الغطس هي افضل مكان ليه الغطس. what can you see underwater when you go diving? ممكن نشوف ايه? طبعا اكيد ممكن نقول بقى fish وكمان coral reefs. يبقى هنقول we can او i can ما فيش مشكلة. see اللي هي يرا coral reefs and beautiful fish اللي هو الايه? اللي هو اه السمك. طب. قال له what about going to horgada? اراك نروح يبقى هيقول له it is a good idea. يعني فكرة ايه? فكرة رائعة. نروح لي سؤال complete. مديني environment و travel و driverless. طبعا قلنا بلا سائق. we be with being وكلمة امون. in the future space cars خلاص حافظنا على بعضها يبقى كلمة driverless cars. will it change our life? we will space able to. طبعا والي يبقى? bravo يبقى كلمة be able to space anywhere. يبقى نحط ينتقل او سافر يبقى كلمة travel. without touching the controls or even looking at the road. they will also be better for that. هتكون مفيدة لي او افضل لي. يبقى bravo environment. اللي هي الايه? اللي هي القلبي. نروح لي القطع. you can do for your body is to exercise. افضل حاجة للجسم هو التدريب. however ولكن how much is enough? يعني تدريب كمية وتبقى دي. not everyone agrees on exactly how much people should exercise. يعني مفيش اتفاق على كده. each day. some people think that doing simple things. اللي هي القيام بالاشياء البسيطة. like cleaning the house. زي تنظيف المنزل and walking. اللي يلمشي. or helpful. يعني حاجات ممكن تساعد الجسم. other people do heavy exercise. يعني بيعملوا تدريبات سقيلة. everyday such as running. زي الجاري. or swimming للسباح. one thing experts agree. يعني حاجة اتفق عليها الخبراء. on is that any kind of exercise is good for you. ان اي شكل او اي نوع مفيد. along with بالاضافة الى exercise. having a healthy diet. اللي هو الطعام بقى الصحي. can make you healthy. food like vegetables and fruits should be eaten several times each day. يعني يتاكل عدة مرات. it is also important to eat foods high in. high in يعني غني ب fiber such as beans. زي الفول. grain اللي هو الحبوب. fruit الفكهة and vegetables. fiber helps your body to digest. بمعناه يهضم. the food you eat. it also helps your body in other ways such as decreasing the chance of. يعني بيقلل فرصة او خطر. getting some cancer. اللي هو السرطان. heart disease اللي هي امراض القلب. and diabetes اللي هي مرض السكر. السؤال الاول. the best title. يعني افضل عنوان. for the passage is. يطرى vegetable and fruit. ولا heart disease and diabetes. ولا how to stay healthy. ولا heavy exercise. لا يبقى هنا كلمة how to stay healthy. to decrease that chance of heart disease we should have food high in. يكون غني بي. تبقى القطعة يبقى نحطي كلمة fiber. cancer and diabetes. are. يبقى. الكانسر ده. والضايبتز. اللي هو مرض السكر. طبعا يبقى اعتبروا. disease اللي هي امراض. how much exercise is needed. each day to keep fit. ها. اللي هي اه كمية التدريبات اللي محتاجينها عشان نكون اه فتة. ليكون لائق بدنيا. يبقى طبعا هنا اه وجهة نظر اه عامة. يبقى هنقول. at least do some exercise. اللي هي القيام ببعض ليه ببعض التدريبات. ممكن نقول بقى daily اللي هي ايه يوميا. why is fiber so important in our bodies. ليبقى الفيبر بيكون مهم للجسم او في الجسم. طبعا اه اللي جابها هي. it helps your body in other ways such as decreasing. يعني بيقلل. the chance of. طب وكمان. اللي هي helps your body to digest the food you eat. يبقى هنقول. it helps the body to digest food. the last paragraph in one sentence. يعني اللخص براف الاخير في جملة واحدة. يبقى ممكن نقول. the importance of fiber for body. السؤال اللي بعضه. سؤال الاختيارات. space is a person who studies stars and planets. طبعا اللي هو الشخص اللي بيدرس الكوكب والنجوم. طبعا قلنا دوت اللي هو عالم اه فلك. يبقى هنحط كلمة astronomer. space man رجل فضاء. astronot اللي هو رائد فضاء. astrologer اللي هو عراف او منجم. solar energy is a clean type of energy. the antonym of clean. عكس كلمة clean. طبعا clean بمعنى نظيف. يبقى عكسها كلمة dirty. ده لو بتكلم على وصف شيء. اللي هو شيء نظيف يبقى عكسها كلمة dirty. نعم هنا بتكلم على كلمة اه طاقة. يبقى هنا طاقة اه clean بمعنى نظيف او مفيد. يبقى هنا العكس بتاعها كلمة harmful. فناخد بالنا من الفكرة هنا. يبقى لو بتكلم على شيء ان هو اه متسخ يبقى dirty. عكسها كلمة clean اللي هو نظيف. نعم هنا بتكلم على طاقة نظيفة. نظيفة هنا يبقى معناها مفيدة. خلاص او غير ضارة. يبقى هنا هنحط كلمة harmful. اللي بعدها. we add the suffix based to the verb sustain to turn it into an adjective. طبعا كلمة sustainable. يبقى هنحط a p l e. يبقى sustainable. pass has the same meaning of. طبعا خدنا كلمة pass معناها ينجح. يبقى هنا كلمة succeed. وطبعا في وجود كلمة in. the word renewable means re. وانه طبعا بمعنى again. يبقى كلمة re in the word renewable. يبقى renewable يعني متجدد. خلاص. يبقى re. يبقى معناها مرة اخرى. يبقى هنا كلمة again. the antonium of the word large. كلمة large بمعناها كبير. يبقى عكسها. كلمة tiny اللي هي صغير. large طبعا بتسوي. سؤال تصحيح. you should avoid. خلاص الافعال بجيب بعدها نجيب. هنحط هنا sitting. our beaches are visiting by southern of tourists every year. طبعا يبقى صغير مبنى المجهول مع r. هجيب تصفيف تالت للفعل. يبقى visited. is based didn't speak good english if her parents move to canada. طبعا هنا her parents move ديت مضارع. يبقى محتاجين will زائد المصدر. يبقى هنقول will. وطبعا جاي فاعل ومصدر. my grandparents don't use to send email they wrote letters. طبعا يبقى هنا عادة في الماضي في النفي. يبقى كلمة didn't. يبقى didn't use. fewer people won't live in كايرو if it were. طبعا هنا where. يبقى ديت الحالة الكام التانية. يبقى هنحط كلمة wouldn't. الماضي من كلمة won't. سؤال آآ آآ write a biography of a famous volunteer. يعني اكتب آآ سيرة ذاتية عن آآ احد آآ المتطوعين المشهورين. هنختار اي شخصية آآ سواء عامة او شخصية آآ في آآ حياتنا ونختار آآ بنقول بقى آآ من الشخص دوت بيشتغل آآ فين او متطوع فين. الحاجات اللي هو بيعملها آآ من خلال تطوعه في مسلا احد المؤسسات او المستشفيات او كلام دوت. بنكتب بعض البيانات الاسية عن آآ الشخص دوت. نروح لامتحان اللي هو الامتحان الخامس اللي هو آآ في آآ بيج ستة وستين. بيقول اتورست باينج اتكت بيشتري تذكرة آآ في محط سكر الحديد. قال له اساعدك ازاي? عرفنا خلاص لانه عايز ايه? يبقى هيقول له او ممكن اقول كلمة بوك يحجز. يعني عايز احجز ايه? تذكارة. طب سؤال قال له اخدنا هنا اخدنا سؤال سابت ممكن يقول له بقى ممكن اكتفي بالسؤال ده. او دو يو وانت اه سنجل او ريترن تيكت. طب قال له ايام كومنج باك فروم لوكتر اون تيز داي. ذات از اللي ايه وان هندرد. الاطر هيغادر الساعة كام? او الاطر التالي امتى? فارد علي. رصيف رقم خمس. هناش محدد لوقته معين. يبقى هنقول زا. ممكن بقى نقول ونحط مسلا طب سؤال يبقى هنا بيسأل عن الرصيف. يبقى هنقول which platform does the train leave from? يعني طرق هيغادر من اي platform. قال له the train leaves from platform four. يبقى هيقول له طبعا thank you او سؤال التاني. مديني. 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 بول العالمين سيتي. is space to be a beautiful modern. طبعا از يبقى هجيب ing. يبقى نحط كلمة going to be a beautiful modern city with apartment لاشوعة hotels لفنادق restaurants and parks. there will be three universities. تلات جامعات. so it will be a great place to. طبعا ما فيه جامعات. يبقى هنا مكان ليه الدراسة. يبقى study. add the space of the city. there will be two big towers. يبقى هنا بتكلم طبعا عن المدخل. يبقى اسمها entrance. يبقى add the entrance of the city. there will be two big towers called the great towers. they will be one seventy meters tall and have a great space. طبعا يبقى هنا بتكلم على المنظر. يبقى نحط كلمة ديوء لو منظر طبيعي. نروح بعد كده لسؤال ال reading اللي هو سؤال قطع. بقول one day two friends. اتنين من الاصدقاء. were walking through. كانوا ماشيين في افورست ليه غابة. when a lion ran after them. يعني جيره وراهم اسد. one of them. واحد من الاثنين دول. rushed through the nearest tree. يعني جيري الاقرب شجرة. and climb it. وبدأ يتسلقها. وصاب طبعا صاحبه. it as fast as he could. بقى اسرع ما يمكن. he forgot his friend. يعني نسقي صاحبه. يعني طنشه. ما خدش باله منه. او ما حاولش انه وياخده معاه. he sought only of himself. يعني كان بيفكر في نفسه بس. his friend threw himself to the ground. يعني رمى نفسه على الارض. لو بقى صاحبه اللي هو اه مطلعش الشجرة دوت. and pretend. يعني تظاهر. that he was dead. عمل نفسه ميت يعني. when the lion came close to him. لما الاسد قرب منه. he laid very still. تنو نايم ثابت. and didn't move. ما تحركش. the line smelt. smelt معناها يشم. him and touched his ear. بدأ يقرب من ودانه. then it went away. بعد كده ايه? مشي. يعني مكلوش. the boy who was under the tree. waited for a little. then he called the friend who was still on the tree. استنى بقى شوية بعد ما الاسد مشي. وبدأ ينادي عليه. على صاحبه. قال له. it's all right now. the lion had gone. تعال بقى ما تقلقش. الاسد ايه? مشي. you can come down. ممكن تنزل. his frightened friend. صاحب قال له خايف او مرعوب دوت. came down and said. نزل من على الشجرة. وقال له. the lion puts its nose very close to your ear. بقول له انا شوفت ان الاسد قرب بمناخيره على ودانك. what did it say? يا ترى قال لك ايه? his friend laughed. ضحك. a lot and said it told me. بقول له بقى ان الاسد قال لي to look for another friend. قال له دور على صاحب تاني او حد حقيقي. because a friend who runs the way. لانه بقى الصديق اللي بيجري ويسيبك. when there is danger. وقت الخطر. is not a real friend. ليس صديق حقيقي. طب. السؤال الاول. بيقول. the second friend wasn't as base one. second. اللي هو التاني. طبعا اللي هو الصديق التاني. يبقى ما كانش اريل. يعني ما كانش صديق حقيقي. the best title for the passage. افضل عنوان للقطعة is. يا ترى. while animals. حانات البريئة المفترسة. انسيكس. حشرات. adventure. مغامرة. ولا friendship. طبعا يبقى هنا كلمة friendship اللي هي الصدق. the underlying the word still means still معناها ثابت. يبقى معناها without moving. اه. يبقى معناها بدون ان يتحرك. killer معناها قاتل. tired معناها مرهق. moving معناها متحرك. طب. what happened when the two friends were walking. اللي حصل لهم. لما كانوا مشيين. موجودة في اول القطعة. يبقى. a lion ran after them. يعني الاسد جري وراه. يبقى هنقول. a lion ran after them. طب. when did the second friend come down? الصديق التاني. ها نزل امتى? يبقى هنقول. when the lion went away. يعني لما الاسد ايه? مشي. and his friend called him. وصاحبه نادى ايه? نادى عليه? ان هو ينزل يعني. يعني عايزين نلخص القطعة في جملتين اتنين. طبعا يبقى هنقول ان. a true friend. لو الصديق اللي ايه? الحق او الحقيقي. is the person who helps us when there is danger. يعني عندما يكون هناك ايه? هناك خطر. او ممكن نقول كمان او ممكن نقول سؤال بعد كده. is the best desert? يبقى ديها تعالى طول بنسميها desertification. our teacher helped us to solve the problem. the noun from solve. طبعا solve يحل. قلنا الاسم منها كلمة solution اللي هو الحل. we add the prefix space to give the object of agree. حافظين كلمة agree يبقى disagree العكس بتاه. we add the suffix space to the verb advertise. بمعنى يعلن عن. to change it into a noun. طبعا advertise. بمعنى يعلن. يبقى خدنا advertisement. اللي هو اعلان. يبقى رقم دي. when something is ancient. it is very. طبعا ancient معناها very. يبقى كلمة old. did can give the opposite meaning of space. طبعا كلمة did هنا جايب معنى ميت. يبقى عكسها. ها? حي. حي يبقى هنا كلمة a life. طب خليبقى اللي بقى. life اللي هي الحياة عكسها كلمة this. لي الموت. live يعيش عكسها كلمة ضي. طبعا السؤال بعده. if حمدي keeps to practice. خلص حافظنا ان كلمة keep من ضمن الفعالة بجيب بعدها. يبقى. يبقى. يبقى كلمة اللي هي ممارسة. طبعا يبقى هنا عنده صداع يبقى لانه بيتفرج على. يبقى هنقول. has been watching. خلاص يبقى لانه بيتفرج على التلفزيون لفترة ايه? لفترة اه طويل. يبقى ممكن هنا طبعا كلمة بيكوز بتوضح التفسير او السبب مع كلمة هاز يبقى عنده صداع يبقى لانه كان بيتفرج على او تلفزيون لفترات اه طويلة. ممكن نقول كمان ان هي has watch it. بس الافضل اللي نحط هنا مضارع تام اه مستمر. فاطمة had never heard the italian before she. طبعا هنا قاعدة before جاء قبلها ماضي تام يبقى اللي بعدها ماضي بسيط من جو يبقى كلمة وانت. what have you enjoy most about the unit. طبعا هاف محتاج تصريف تالت يبقى ان جويد ده. اللي هي الحس او دروس باي حسن يستردي طبعا هنا عندي كلمة يستردي وليسنز جام يبقى نحط كلمة تصريف تالت يبقى يبقى وير استدد باي. السؤال الاخير برضو يتمن اهم الموضوعات المتوقعة في الامتحان والموضوع مكتوب او طريقة كتابته موجودة في الفيديو الخاص بموضوعات او اهم الموضوعات المتوقعة في اه الامتحان والينك بتاعها موجود اسفل اه الفيديو انتظرونا ان شاء الله في الفيديو قادم مع اه حل باقي الامتحانات بدايا من اه الامتحان رقم اه ستة انتظرونا ان شاء الله في الفيديو القادم.